الحالة المدارية تيج أثرت على ولايات محافظة ظفار بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح شديدة السرعة فهنا جو ماطر في ولاية صلالة وغيوم كثيفة ورياح بلغت سرعتها 34 عقدة ولاية رخيوت تلحفت بجو غائم ماطر يزيد ويقل بين الحين والآخر وشاطئها بدى هائج الموج متأثرا بالحالة المدارية تيج أما الطريق إلى ولاية ظلكوت فيظهر حجم تساقط الأمطار على هذه الولاية متأثرة بالحالة المدارية شلالات تتدفق بغزارة وأودية تجري بقوة في ولاية شليم وجزر الحلانيات نتيجة هطول الأمطار الناجمة عن الحالة المدارية وفي ولاية سدح التي تتميز بإطلالتها على بحر العرب وتضاريس السهل والجبل فقد شاهدت أمطارا بين المتوسطة والغزيرة أدت إلى جريان عدد من الأودية وتدفق الشلالات تأثيرات الحالة المدارية امتدت إلى ولاية المزيونة لتروي صحراءها بالأمطار التي تفاوتت في غزارتها وقبل ذلك نالت ولاية الطاقة نصيبها من الأمطار ومثلها ولاية مرباط التي تناغمت فيها الأجواء الماطرة كأن ما عاد إليها فصل الخريف